كشف مدير مكافحة إجرام بغداد لواء حيدر فخري عن اعتقال 15 عصابة مختصة بعمليات الابتزاز الإلكتروني واستدراج الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكد فخري أن هذه العصابات لديها أشخاص مختصون بعمليات الابتزاز الإلكتروني ويقومون بتوزيع الأدوار على الأعضاء لابتزاز الفتيات بطرق مختلفة أكثر من 15 عصابة متخصصة بجريمة الإلكترونية تم القاء القبض عليها هؤلاء يسرقون الصور الشغلات الخاصة الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي في الموبايل ويبدون يبتزون عوائنه تستدرج الفتيات عن طريق الفيسبوك تتعرف عليها وتبدي يعني مخلين لكل واحد دوره وبالتالي يصورون الفتيات ويبدون بابتزازهم أيضاً عندهم شغلات تزوير ويسوون عقود وهمية للبنات عندنا عصابات متخصصة تشتغل في هذا المجال يعني أحد الأشخاص يسمي نفسه محارب الابتزاز الألكتروني فيشوف البنات اللي يتعرضن للابتزاز يبدأ يتصلاً به أنه على أساس هو أبو غيره هو اللي يقدر يكشفهم وبالتالي هو نفس هذا محارب الابتزاز يبدأ يستغل الفتيات ويسرق الصور الخاصة ويقوم يساومهم ترجمة نانسي قنقر